دكتور صباح الخير احنا ما اعتبرك في حلوية دنيا من أهل البيت ونورتنا الله يخليك صباح الخير إلى جميع المشاهدين الحقيقة شكرا على هذه الاستضافة للتوضيح لهذا الموضوع طبعا الفكرة من التسويق للمواقع الدينية المسيحية في الأردن في لبنان كان بناء استراتيجية الهيئة لاستهداف السائح أو الأخوان في لبنان اللي حابين يزوروا مواقع المسيحية في الأردن وتحديدنا للمغتص كان هناك عدة خيارات لإطلاق الحملة عادة في التسويق الرتابة أو الطريقة التقليدية في التسويق الآن شفت كيف الإعلام وكل المنتجات والبلدان كيف يسوقوا حالهم بطريقة مختلفة نوعا ما فالمصطلح الذي تم استخدامه وهو ميشان الله تعالى هو مصطلح روحاني تحببي ولأجل الله تعالى إذا أردت التقرب إلى الله فتعالى الأردن اللي هي الأردن تعتبر انطلاقة الرسالة المسيحية في الأردن والشواهد موجودة من خلال الأربعة والثلاثين موقع مسيحي في الأردن اللي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد وزيارة أكيد البابوات الأربعة للأردن بتأكد على روحانية وقدسية المكان وقصة المسيحية موجودة في الأردن وبالتالي تم الحقيقة هناك قرار من مجموعة من الخبراء في التسويق لإطلاق هذه الحملة أحب أكد أن ردود الفعل كانت كثير إيجابية في لبنان يعني بيوز اللبناني إذا بده يعني موضوع يترجى زي ما حكوا بعض الأخوان بتكون طريقة مختلفة لكن اعتبروها الكثير يعني في ريبرتاج رح يتنبثوا لرصد ردود الفعل في لبنان مقابلات يعني في الشارع لتأكيد على نجاح هذه الحملة الحمد لله نتائج كلها إيجابية حتى كان صار مقابلات لبعض الرجال الدين في لبنان وبالعكس كثير اعتبروها روحاني مصطلح روحاني تحببي أحب أأكد كمان أنه هذه الحملة بس يعني لن تقف على هذا الحد هناك يعني مجموعة من مجملة من الحملات التسويقية لاحقة لهذا الموضوع الآن عم نربط مع الملكية الأردنية يعني هذه التنشيط الصياحة تحرص على أنه توفير أسعار برامج سياحية مناسبة للجميع المبارح كلنا نحكي مع الملكية أنه ندعم سعر التذكرة من بيروت إلى عمان لتوفير سعر مناسب لأخواننا اللبنانيين اللي بدهم يزوروا الأردن اللبناني بيحب المختص بيحب البحر الميت بيحب عمان بيحب الأردن بيحب أكل الأردن كثير في نشاطات موجودة في الأردن بيحبها السائح اللبناني يعني هذا بشكل مختصر عن هذا الموضوع والتوضيح يعني نحن سعيدين أولا دكتور بأن الحملة تقبلوها إخواننا اللبنانيين بصدر رحب وبالعكس ردود الفعل الإيجابية مهمة كما ذكرت هناك يعني نوعين من التسويق فيه تسويق تقليدي وفيه تسويق غير تقليدي أو التسويق الجدلي اللي ممكن أنه يثير ضجة وبالتالي الضجة بتكون مفيدة للمنتج هذا كان جزء من الخطة ولا تفاجأت بردة الفعل لا لا أكيد لا هي هي زي ما حكيت لك التسويق التقليدي الآن بطل تجيب نتيجة يعني لازم يكون في تحط بسموه توست معينة يعني إثارة الجدل حول هذه الحملة سواء في الأردن أو في بعض يعني ممكن المختصين في لبنان بالعكس حكى أنه هذا ذكاء تسويقي أنك أنت توضع هذه الحملة بهذه الطريقة حتى ما تمر مروا الكرام يعني أثارت انتباه وبدأ أكد أثارت انتباه العديد من شركات الدعاء والإعلان المختصين في لبنان حتى أخوانا في لبنانيين يعني حكوا إحنو هذا الموضوع يعني الأردنيين أبدعوا في حضية التسويق يعني أحكي لكها بصراحة مش عم بجامل بس الذكاء اللي كان موجود في اختيارها والشركة اللي تعاقدنا معها لغاية الخروج بهذه الحملة كان هناك الحقيقة ذكاء ونوع جديد من التسويق نأمل إن شاء الله يكون هذا بداية خير الآن إحنا في أننا جملة من حملات التسويق في لبنان وفي دول أوروبا رح تكون برضو في إلها معاني اللي تجدب السائح وتتير انتباه السائح لأنه الذكاء في عمية التسويق أنه يكون فيه جمل وفيه صور الحقيقة تثير انتباه السائح أو السائح المحتمل وبحب أكد من خلال بارمجكم الحمد لله يعني أول تسع شهور الآن من هذه السنة هناك ارتفاعات الحمد لله في أرقام السياح البترة الآن الحمد لله تتعافى الأرقام ممتازة الحجوزات في البترة يعني زي ما سمعت شهر تسعة وعشرة وحداش إخواننا في مكاتب السياح بقول لك مشان الله افتحوا المكاتب الفناطق اللي سكرت بس بطريق الأردنية هاي بالأردنية في هناك طلبة كبيرة الغرف يعني الفرندق محجوزة بالكامل الآن في عنا حوالي طيران من روسيا عارض بداعي من هيئة تشيط السياحة احتوصلت تسع طيرات أسبوعيا الآن على مطار العقبة عنا بلشنا شغل مع الأجنحة الملكية الآن عنا ثلاث طيرات شارتر عارضة من اسكندنيبيا على العقبة من شهر عشرة إلى شهر خمسة السنة القادمة عنا طيارة دبي الآن من أجنحة الملكية من دبي إلى العقبة نستهدف الأجانب بالشورت بريك ثلاثة أربعة أيام وبسعر كثير رخيص يعني بوصل ميت يورو وهذا مهم أنا دائم بأكد على أنه موضوع سعر التذكرة باللعب دور كبير الآن كمان في أنه لأول مرة لأول مرة من ال91 بأكد أول طيارة تنقل سياح إلى مطار ماركا نزة الأحد الماضي من روسيا وبدعم من الهيئة وبدعم من القطاع الخاص ووزارة السياحة الحمد لله المؤشرات إيجابية يعني أنا بأكد لك وحكينا في هذا البرنامج سابقا موضوع إزالة الضرائب على المطارات هي الأهم دور مهم في تشجيع الطيران الطيران المنخفض التكاليف والعرض إذا كان فيه ضرائب على المطار كان توصل 150 دولار على كل راكب ضرائب لسه ما باعوا التكت هذا كله يعني بتوجيهات جلالة الملك الحقيقة ودولة رئيس الوزراء والحكومة تم إعفاء مطار ماركا والعقبة من هذه الضريبة وبالتالي صار فيه مجال نقدر نجيب سياحة للبلد نعم وداما بأكد أنا لأسعار تذاكر طبعا يعني أنا داما بأكد وبحكيها 90% من السياح باستخدموهش الطيران المنتظم لغيات السياحة يعني 10% منهم 9% إذا فيه 90% عندنا من السياح ضايعين مش قلرين نجيبهم لأنه ما فيه لا طيران منخفض التكاليف ولا عرض الآن العرض بلاش يجع البلد وصار فيه طلب الطيران منخفض التكاليف ما بقدر أعلن الآن لكن هناك مفاوضات جدية إن شاء الله في مع هذه الشركات إن شاء الله سيتمعنا إن شاء الله قريبا للعام القادم إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة